خلال اجتماع وزري مضيق أشرف عليه رئيس الحكومة أحمد الحشاني تمحورا حول برنامج عمل الوزارات استعددا لشهر رمضان تم تأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية وتكثيف المراقبة الاقتصادية للتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار إلى جانبي توفير نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بكامل تراب الجمهورية وعلى المستوى الاجتماعي وبمناسبة شهر الكريم تم اقرار جملة من المساعدات المالية لفائدة العائلات المعوزة في حدود 60 دينار لفائدة 340 ألف عائلة بمبلغ جملي يساوي 20.4 مليون دينار مع اقرار منح نفس قيمة المساعدة بمناسبة عيد الفطر كما تم الترفيع في قيمة تكلفة قفة رمضان لفائدة العائلات محدودة الدخل غير المنتفعة بمنحة إلى حدود 100 دينار بمبلغ إجمالي قدره 4.5 مليون دينار بالإضافة إلى الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج تدخلات الاتحاد التونسي لتضامن الاجتماعي وعلى صعيد أخر تم أقرار برنامج لتنشيط المدينة العتيقة بتونس العاصمة لدعم الحركية الثقافية وسيحية اشتركوا في القناة